في هذا الفيديو سنشاهد كيف يمكن استرجاع الصور والفيديوهات والمستندات الموجودة على تطبيق الواتساب قبل البدء في شرح الفيديو على هذه القناة أقوم بتنزيل فيديوهات تتحدث عن مشاكل وحلول الهواتف والتطبيقات إذا كانت هذه أول زيارة لك على القناة تكرما أرجو عمل لايك لهذا الفيديو واشتراك في القناة ليصلك كل فيديو جديد أقوم بتنزيل على هذه القناة ونتابع الفيديو هذه القطوات أن تقوم بذهاب إلى تطبيق متجر بلاي لأن تقوم بكتابة التداتا هذا هو التطبيق الذي سوف نقوم باستعارة الصور عن طريقه تابع الفيديو من الأول إلى الآخر حتى تتعرف على كيفية استعارة الصور يعني مدة هذا الفيديو لا تزيد عن ثلاث دقائق تابع الفيديو من الأول إلى الآخر حتى تستفيد من هذا الفيديو هذا عملية تثبيت التطبيق تذهب إلى التطبيق مرة أخرى لأن تظهر لك هذه الواجهة تقوم بالنقر على موافق تقوم بأن نقر على الصور أو الفيديو أو السمعية أو مسندات على سبيل المثال أريد استعادة الصور التي قمت بحذفها من تطبيق الواتساب أقوم بأن نقر على الصور الآن نقوم بأن نقر على السماح بالوصول بعد ذلك أقوم بأن نقر على استخدام هذا المجلد وأقوم بالنقر على السماح الآن يتم المسح عن الصور التي قمت بحذفها من تطبيق الواتساب وكما تشاهد بالأسفل يتم المسح هذه هي الصور كما تشاهد جميع الصور التي قمنا بحتفها كما تشاهد العداد في الأسفل الآن 1840 صورة وأيضا التطبيق يعيد أكثر من ذلك بكثير أنت تنتظر حتى يتم الانتهاء من المسح على سبيل المثال أريد استعادة هذه الصورة أقوم بالنقر عليها كما تشاهد هذه هي الصورة التي قمت بحتفها وأريد استعادتها الآن إذا رأت استعادة هذه الصورة مرة أخرى في الهاتف الخاص بك تقوم بالنقر في الأعلى كما تشاهد تظهر لك هذه الإعدادات السعارة الملفات غير المحدودة يمكن استرجاع 2 ملف مجانا يعني يمكن استرجاع صورتين مجانا في هذا التطبيق اما ادارة السعارة الكثير من الصور او الفيديوهات الاخرى تقوم بشراء التطبيق 5 دولار تقريبا يعني مبلغ بسيط جدا يمكنك شراء هذا التطبيق تتم عملية الشراء بسهولة جدا ارجو ان تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو رجاء لا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك الجديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته